اشتركت كل من المغنية الجزائرية وردة شاغليمونتي واللبنانية إليسا بحبهما لهذه الفصيلة من الكلاب إلا أن وردة وفي كل مرة تحاول أن تستفز إليسا باتهامها وتقليدها في شرائها وعنايتها لنفس هذه الفصيلة من الكلاب واختارت وردة أن تقصف إليسا للمرة الثانية في هذا المقطع وحسب رأيكم هل ستردوا إليسا على هذا التصريح؟ اتركوا أراءكم في صندوق التعليقات ومني أحلى سلام لكم الأحلى متابعين في العالم اشتركوا في القناة فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناة بيستارس ترجمة نانسي قنقر شكرا